يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار إلى شأن سياسي الآن بعد الضجلة حدثت مؤخرا بين نواب حزب العمال ووزيرة ثقافة نادي العبيد اعتبر رئيس جبهة المستقبل على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للشباب وطلب بمناسبة عيد العمال اعتبر أن واجب كل البرلمانين اليوم هو التطرق إلى كل قضايا الفساد مدامة الأدلة متوفرة عندهم وعلى العدالة أن تقوم بدورها تجاه هكذا قضايا التفاصيل مع محمد بومشو نشكر القيادين في الأحزاب والبرلمانين لتكلموا على هذه الأشياء ولكن عندهم أدلة تكلموا لها فهذا واجبهم سنر دوفار دلوفار يعني بكل صارحة سن دوفار بورنوتوس الآن نخليوا العدالة تدير المجرى تحا ونتمنى أن كل القضايا التي تكلمنا عليها تمشي العدالة عبدالعزيز بالعيد وعلى ضوء محاكمة المتورطين في ملف طريق سيار شرق غرب اعتبر أن واجب كل متهم مهما كان وزنه في الدولة أن يحضر إلى المحاكمة لتوضيح الأمور أمام الشعب إذا كان إنسان يسمه ورد في محكمة وفي مجلس قضائي لابد أنه يلتزم ويجي فالإنسان مهما يكون حتى عنده حصانة وزير برلماني كل مسؤولية كبيرة في الدولة لما يجي اسمه يجي يوضح الأمور ما نقوله لي هذا متهم ولا عنده أشياء ولكن يجي يوضح الأمور أمام الشعب الشعب عنده الحق أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة في تصير شؤون شؤون تعه في تصير أمواله في تصير الدولة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم